ان شاء الله في الفيديو ده هنراجع موبايل مميز جدا ورخيص من شركة انفينيكس هو الانفينيكس هود 30 بلاي او هود 30 بلاي في الفيديو ده هنعرف كل حاجة عن الموبايل مميزاته عيوبه سعره مواصفاته كل حاجة عنه مش هتخرج من الفيديو ده اللي هو انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل يلا بنا نبدأ ونقول بسم الله اول حاجة هنتكلم على التصميم تصميم الموبايل هنا كله جاي من البلاستيك والفريم جاي من البلاستيك اما لو هنتكلم عن وزن الموبايل فوامتين وخمسة جرام تصميم الموبايل كويس بالنسبة لفئة السعرية دي ومفيش اي كلام عندي الموبايل عندي بيدعم شبكات 4G اما لو هنتكلم هنا على شاشة في الموبايل ده فيها من نوع IPS LCD حكم الشاشة دي 6.82 من 100 بوصة الدقة بتاعتها HD مش Full HD 720 في 1640 وكسفت البيكسلات عندي هنا 63 بيكسل لكل بوصة معدل تحديث الشاشة دي 90 هرتز اما درجة السطوع او اقصى درجة سطوع بتوصلها الشاشة دي 500 شمعة الشاشة شاشة كويسة شاشة كبيرة ولكن طبعا في الفئة السعرية دي مش هتاخد اموليد وفي نفس الوقت فيها مشكلة ان هي مش Full HD HD بس لو هنتكلم عن المعالج اللي في الموبايل ده ومن شركة ميديا تيك هو الهيليو جي 37 المعالج ده دقة التصنيع بتاعته 12 نانو متر والمعالج الرسومي اللي جاي فيه هو Power VR C8320 بالنسبة المعالج هنا المعالج نوعا ما هيسد معاك بس المعالج مش احسن حاجة لو هنتكلم عن نظام التشجيل في الموبايل ده فهو اندرويد 13 مع وجهة انفينيكس الاكس او اس اتناشر وستة من عشرة وطبعا دي مش احدث حاجة اما لو هنتكلم عن الكاميرات فالكامير السيلفي تمانية ميجا بيكسل فتحة العدسة بتاعتها F2.0 وبتصور معاك فيديوهاية الحد 1080 وفيها فلاش لو هنتكلم عن الكاميرات الخلفية فهو ما كاميرتين الاولى 16 ميجا بيكسل فتحة حادث F81 والتانية كاميرا فيجا وهتلاقي عندك فلاش والكاميرات الخلفية بتصور فيديوهيات لحد 1080 واداءها نوعا ما بقبول بالنسبة للفئة السعرية دي الموبايل عندي هنا صوته عالي ولكن للأسف مفقوص سماعات ستيري عندي فيه منفز 3.5 ملي بساة السماعات عندي راديو FM عندي المستشارات موجودة عندي فيه بصمة على زرار الباور عندي فيه فسال لك عندي بالنسبة للبطارية هي بطارية عملاقة 6000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع 18 وط الموبايل عندي هنا نزل بنسخة واحدة بس اللي هي الاربعة جيجا رام مع 128 مساحة تخزين داخلية سعر الموبايل ده كام سعر الموبايل ده 135 دولار او ما يقابله في عملت بلدك لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي ايه في العلبة هتلاقي الموبايل وهتلاقي الشاحن اللي هو 18 وط وهتلاقي الكابل الـ USB Type-C وهتلاقي معه جرب للحماية وهتلاقي دبوس لإخراج الشرائحة وكتيب التعليمات دلوقتي يبقى نقول كل حاجة عن الموبايل المميزات كلها والعيوب كلها وفي الآخر قرار الشراء أوه قراره عيوب الموبايل ده ايه؟ المعالج اللي هنا معالج ضعيف المستشعر بتاع الجيروسكوب مش موجود في الموبايل ده عندي مفغوظ سماعات ستيريو عندي الشاشة HD مش Full HD أداء الكاميرات نوعا ما متواضع شوية لو هنتكلم بقى عن المميزات في الموبايل ده شاشة كبيرة فيها 90 هرتز التحديث بتاعها الكاميرات الخلفية نوعا ما تاخد منها أداء نوعا ما كويس بطارية ضخمة 6000 ميلي أمبير البصمة هنا جاية على الزرار باور وسريعة عند الموبايل ده بياخد شريحتين وكرت موموري في مكان مفاصل ما ان يكون الفيديو عجبكم شوفكم فيديو جديد السلام عليكم